السلام عليكم ورحمة الله تعالوا وبركاته والبنات إن شاء الله رأكم كامل بخير صلوا سلموا كامل على رسول الله غالياتي ونقولكم على بالي كره تيم الشوكولة كره تيم كريمة الزبدة كره تيم الكاراميل ركي حبة قطو ساهل باسيط مكونات وباسيطة وركي حبة بنة بنة اللي كده قد تبنيه تحت فمك أنا نقول لك ستقيني والله هذا هو القطو اللي رح ينسيك في كامل أنواع القطو اللي جربتهم من قبل يلا غالياتي نبدأوا باسم الله أول حاجة هنا شفتوا هاد العلبة تقع ميتين وخمسين قرام تقع مارغارين حنقسمها على اثنين حندي مية وخمسة وعشرين قرام على بالي لو كي جات في بالك ركي تقولي أنا نضاعف المقادير ولكي أنا أعطاتني المقادير مضاعفة خير باش تخدمي ميتين وخمسين أنا أقول لك ستقيني خدمي غرب مية وخمسة وعشرين غرام وتخرج لك قريب ربعين حبة يعني إذا درتين وخمسين حتغرقي عندي ربع كاس تع السكر ناعم أنا درت هاد المارغارين درت مارغارين ديما تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة عكا باش تسهل لكم في الخدمة عندي ربع كاس تعزيد أي ما يعادل زج ملعق كبار أنا قلت لك خدمي بهذه المكونات وشوفيش حال تعطيك الكمية وبنين هاد القطو يا البنت وبنين مخالف على أنواع القطو اللي مالفين ديروهم وللي مالفين ذوقوهم خلاص كرهنا كارامل شوكولا كريمة الزبدة نفسهم كامل نفس الذوق هذا واحد وهذا مميز ستقيني جار به وتشوفي النتيجة وسهل سهل سهل في الخدمة تتعوي درت حبابيب تانيت ما تكونش باردة تكون بدرجة حرارة الغرفة إذا كانت باردة حطوها في شوية مادة في خلط هاكذا شوفوا المارغارين كي تكون طرية شحال تسهل لكم الخدمة نخلط نخلط حتى نتحصل على قوام يكون بيض عندي رشة على الملح عندي ملعقة صغيرة مع مرمليح تعالى فاني عندي قريصة خميرة الحلوية قريصة برك حكا على راس المغرف نحطها هاكا في البداية غير بش تخفف لي شوية العجينة بارك أنا ما نسحقش الحاجة بش تنتفخ لي ولا لا لا نسحقها هاكا تخفف لي فقط العجينة نحطها هاكا في الأول وعادي جدا خلاص هنا رايحا نبدأ نجمع بالفارينة عندي الكاس اللولاني مع الكاس الثاني ورايحا نزيد الكاس الثالث أنا أخذت لي هاد العجينة لبنات ثلث كيسان مقادير مضبوطة ثم أديرو زوجو نص بعد تبدأوا تحطوه حتى تشوفوا تحصلوا على العجينة طرية على بيتكم ديفوا حبة البيض كي تكون كبيرة تاخذ الفارينة أكثر من الصغيرة أكيد عجينة صابلي جاملة عجنوها لبنات نطموها فقط هاني تحصلت على عجينة طرية وسهلة في الخدمة تحاها لبنات اللي سقسيتوني قلتوا لي إذا لازم نخدموا دايما بالبات وغانا أقول لكم لا لا مشي دايما دايما أنا نحبرك نسهل به اللي حبيتوا تخلطوا بالفوي ناجح مليون في المياه غير خلطوا أنا عندي لبنات هذلي مولت على الحديد حبيتوا هذا وحبيتوا هذيك الأوفال أي شكل عندكم خدموا أي شكل لبنات خدموا فيه ونجي باش نحط العجينة هنا ونسقمها مليح مليح ونحيلها الزوائد ونخليها لا تريح لا تبرد لولو ونجي باش هنا دايما أنا نقرصها هكا ما تحبط لي من المول ما تجيني حبة صغيرة وحبة كبيرة جربوا البنات الوصفة نجحة مليون في المياه حتى لتحت في القاعدة أنا البنات منطقة بها موالو فقط كي تكون في نص الطياب نفتح الفور نعود نعبزها شوي كبز باعي نخليها تكمل أنا البنات رايحة نكملهم كامل بنفس الطريقة أن يشعل الفرن على 180 درجة ندخلهم يطيبوا يتحمروا لي أكيد من فوق ومن تحتها ونبعد نخليهم يبردوا ونجوزوا باش نوجدوا واحد الحشو مستحيل تجربوا البنات اللي فيه ولا تعرفوا البنات اللي فيه حتى نهار تجربوها ندخلهم يطيبوا ونرجع معكم أرجعت هنا شوفوا عندي حت الكميات على الكوكاو حوالي نص كاس عندي شوية حلوة الطرق عندي كاس إلى ربعة نواة كوكو كاس تعبيسكوي وعندي كاس تعجلجلان محمص ومحمر ما رحيتو ما وادرتوها كاك ما ترحوش البنات هاد الحشو له هاد العقدة هاد يعني ما عنديش وشو نقول لكم بنا جربوه كي ما عطيتو لكم وتشوفوا البنا اللي راهي رايحة تمدوا لكم في هاد الوصفة هاد الخالب هنا البنات عندي ملعقة نقصة شوية بركة عمارقارين ورايحة نبدأ نجمع بالعسل ستقوني البنات ورشتها على الملح بوالا تعدى اللي في الذوق والقاطوه ميبليش باللي حلو رايحة نجمعها بالعسل رايحين تبدأوا تقولولي نجمعوا بتوفيا كارامل نجمعوا اتجمعوا يا البنات بالعسل اتجمعوا بالعسل العسل يكون مخفف بشوي ياما ما تديروش عاقد هاكا كم الباطا شتوكفش يجي ملكز يجي جامد ذوبوه في كسرونا مع شوية تعلمة ديرولو تقريبا هذيك العلبة عرطل ديرولها حوالي 4 ملايق تعلمة بشتخفف شوية ذوبوها وخلوها تبرد وخدمو بها احين تقولولي القاطوه يجي حلو بزاف وقولكم لا لا مدروسة حلاوة على الكوكاو صامت الجلجلان صامت نواة كوكو صامت يعني اللي يحصلوا حلوة الطرق يتونى هذك هو شوفوا البنات بالنسبة للمواد ديروا كيما عطيت لكم بسكوين وات كوكو جلجلان وكوكو تحبوا تنقصوا شيئا في الكوكو تزيدوا في نواة كوكو تحبوا العكس لكم الاختيار نواة مرق العقدة بحلوة الطرق وشو نقولكم بنينا ديروا الخالط شوية طريق ما بيد ما تخلوه ريح غير عشر دقايق يكون مطص سوائل شوفوا لي هذك اللي قطوه كيفاش يجي لي طيبته ها يجي على حبة كلولة كلاخرة ها تحصلت على هذ اللون الذهابي عتينا ناجحة مليون فلمية وجيت هنا باش نعمر لهم القاعدة بكريمة البندق انا يريدكم لبنات الديروا هذ الكريمة على البندق تعطي واحد للبنة مع حلوة الطرق مع الجلجلان مع هذك الصاب اللي تتقرمش وشو نقولكم بنا الى ما عندكمش تقدروا تعوضوها بكاشكارة ما ليكون ببنين هكا البنات ولكن كريمة البندق صدقوني تعطيه بنا هيلة وجيت هنا باش ندير هذ الكويرات تعالحاشو اريحا نديرهم تقريبا وزن خمسة وعشرين قرام نرمدهم في الجلجلان المحمص ونحطهمها كامل فوق هكا هذ الكريمة تعالبون دق ما راهي رايحها لا تسي لا تسي حلا ولو تقعد كيما راكو حاطينها كيما تقعد عشري ايام تقسموا الحبات و تصيبوها حتم انا غالياتي رايحا نكمل هون كامل بنفس الطريقة كل مرة اه انا فقط للامانة هنا باش من غلطكمش البنات بقاوي خصوني واحدة الستة ولاسبعة حبات ما كفيتنيش العقدة اذا كنتوما اذا حبيتو ملو والدير والكيسان هكا بومبي مع مرين باش تطيحوا فيها سوازوة تقدروا شبحتهم هكا بشوية قسمت الحبة على اثنين و شوفوا لي هاد القطر رائع البنين ستقونيني نأكد ونعاود كون ماشي بنين وذا ما ننصحكم به و شوفوا لي الكمية اللي خرجها كمية ما شاء الله شوفوا على هذي درتلكم مية وخمسة وعشين قرن كون درتلكم ميتين وخمسين تخرجوا توصلوا بلك ثمانين حبة لا حبيتو تخدمو ثمانين حبة و عندكم ضيف بزاف وللعائلة تحكم كبيرة ضحفوا المكونات كلش اللي بنات ضحفوه شوفوا لي هذك الزين الله الله هذي بنا و ذوقوا شكل و سهل و سهل بنات تمشي كما لقاطوا تعالشوكولة وللقاطوا ليت الطبيعية تبقيت الطبيعية حبة تلسقها مع حبة تعاودي العجينة هذي سهلة مهلة سوختوا اذا كانوا عندكم لي مول هذو بزاف انا برك هنا كان عندي عشرة برك بقيت انطيب بالعشرة معلشتوا مخطرخها على الاقل شروع عشرين هما مشي غاليين بزاف عشرين طيبو زوج خطرات خلاص هذيك يا ربعين حبة و جستهنة باش نقسمها لكم شوفوا لي هذك الحشو شوفوا لي هذيك العجينة كيف شجي تتقرمج هذيك الكريمة تح البندق الرائعة نقسمها لكم باش تباني لكم احسن و نزيد نقرب لكم بنت الجلجلان مع حلوة الطرق روعة شوفوا زيت لكم في الإضاءة هكذا باش تشوفوا انا عندي هذي القطو رقم واحد تعرفوا رقم واحد كامل انواع القطو اللي درتهم في القناة هذا رقم واحد هذا قالهم كامل بعده شوفوا كيفاش يجي انا اقول لكم غاليتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم ما تنسوني شي بجام اشتراك في القناة وماذا بيا يريدكم غاليتي كامل اشتراك في القناة اشتراك في القناة اشتراك في القناة اشتراك في القناة